جيل زد أو الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً يشكلون كتلة تصويتية كبيرة في الانتخابات الأمريكية فعددهم ما يقرب من أربعين مليون ناخب ومؤهلين للتصويت منهم ثمانية ملايين يصوتون للمرة الأولى هذا الجيل يبدو أنه يراهن على كاملا هارس بحسب استطلاعات الرأي أجرته NBC News كما نشاهد هارس تتقدم على ترامب بعشرين نقطة وبطبيعة الحال هناك فجوة وانقسامات في الرأي بين الجنسين لدى جيل زد النساء سيصوتنا لهارس بفارق ثلاث وثلاثين نقطة أما الرجال فبالنسبة لهم الأمر متساون تقريباً بين هارس وترامب فهارس تتقدم فقط بنقطتين على ترامب الفارق إذن كبير بين الجنسين وبالتفصيل أكثر يعتبر 46% من الرجال أن ترامب جدير بالرئاسة أما النساء ف65% يعتبرنا أن هارس هي الأكثر جدارة لتصبح أول رئيس من النساء والاختلاف بين الجنسين من جيل زد امتد أيضاً على القضايا الرئيسية فالرجال يهتمون بالملف الاقتصادي أكثر نتحدث عن 35% للرجال أما النساء ف29% ترجمة نانسي قنقر